بكل مشاهدين الأكارم في هذا الموجزة الثقافي المسائي إذن هذا الموعد الثقافي خصصناه سينمائياً 100% مع المخرج السينمائي والتلفزيوني سيدة مزاحم يحيى ليحديثنا أكثر عن تفاصيل مشاريعه السينمائية التي هي في قيد الإنجاز مرحباً بك سيدة مزاحم يحيى مرحباً بك فريار مرحباً بك مرحباً بقناة النهار شكراً على الاستضافة ما يسلمك مزاحم يحيى ربما البروجي اللي دار عليه بزاف القيل والقال والحدث والضجة كذلك حول الفيلم ما لبالي شو اسمه ربما نترى حتمدنا اسم الفيلم هو كوميدي مئة بالمئة الاسم الحالي هو يد مريم ولكن الاسم هذا مؤقت أعتقد أنه نحن نلقاو اسم ويلد مريم يد مريم يد مريم الاسم الآن مؤقت ونحن نلقاو اسم اللي يكون يتماشى مع الفيلم ومع الطاقة اللي حياطيها الفيلم الفيلم شبابي مئة بالمئة مكتوب من طرف يوسف بعلوج هو شاب يعني سيناريست وكان عنا الآن عامين وحنا مع الفيلم هذا ونحوصه بش النجوع شفنا يعني دلنا اللقاء مع مع الوزير الثقافة اللي مع الشباب اللي تعالي يوتيوبرز وهو تقريبا يعني فكرة أنه نديره فيم مع شباب اليوتيوبرز مع الشباب اللي يخرجوا في الانترنت ويكونوا في الفيلم ونديره أول عمل يعني السينما يكون تجاري ويكون عنده بعد يعني شعبي يعني موجهة يعني موجهة أكثر بصفة كبيرة للشباب طيب موجهة أكثر بصفة كبيرة للشباب وهو بخصوص يعني المشاهير اللي كانوا برزوا يعني في الصحة المواقع التواصل الاجتماعي منهم يعني أخيرا راح يكون معكم ريفكة يعني في هذا السيغي في هذا الفيلم نعم والوزير الثقافة يعني كان حيب يعني أتبخي أنه يكون فيه ريفكة يعني لماذا بصفة يعني عامة كيف تم يعني كيفش يعني خيرته الأدوار يعني في هذا الفيلم في الحقيقة يعني حتى الآن ما كانش الأدوار مئة بالمئة كان أدوار اللي اقتلحناها احنا ومحطوطين أسماء محطوطة وكان الناس اللي جوا معنا احنا برسكوا باش نفهم كل عمل كيفش تم أول لقاء مع وزير الثقافة مع ريس بعلوج مع مديرة المركز الوطني سينما شاهناز محمدي مع أطارات في الوزارة وحكينا على الفيلم بشكل عام على الفكرة التطوير باك قمنا بتطوير السيناريو ما يوسف ودلنا مهم ورشة عملتها السيناريو جوا فيها ناس وحضروا فيها يعني حتى مروان قلوا بناس الشباب تاريك وحطوطين يعني احنا ما نشح نجيب بغير الشباب جدد باي مل هي أهم الأسماء اللي راح تشاركي لان شوف نقولك حاجة هي المشكلة انه ما قدوش نحكيه في شيء ما عناش عقود مع الناس لان العقب اللي نسناه ان شاء الله احنا دفعنا الفين بصفة رسمية في زر الثقافة بايم يعني مر على أمور على لجنة القراءة مهم وتمكي كيف فقالي اعتقد راح تكون مازال راح تكون نهار التسعة الشهر ان شاء الله الى مر بيانسوا الى قبله احنا يعني نكونوا نحن ندير رانكاستينج يعني باش من مناش حابين نحرموا حتى واحد في اي مدينة باش يشارك بايم وهي المشاركة اللي يكون ليه يقدر يكون يعني يليق اكتر بالدور هو اللي راح نختاره عبر مختلف الولايات اكيد الشرط انه يكون يوتيوبر لا لا ماشي شرط هو شوفي هو الفكرة جات انه علش ما نديروش فيه في اليوتيوبرز بسكن دارت ديجا في بلدان وحبه اخرى في امريكا ولا وقلنا علش نبدو به احنا الفكرة وشنه انا بكري عندي حلم تجاري بس كنا انا نديرت السينما يعني كان مخرج انا الفرحة تاعي كنت نكون نقاعة تمور الباب ونشوف القاعة مع مرة والناس توفهم إلا كان فيهم درامي ولا يتأثر فيها يتبكي ولا دا ولا كان فيهم كوميدي تضحك يعني هادو الفرحة تاعي مخرج ماشي باكي دي دراهم وفنة الشعرة الشعرة انا نحوش ماشي هو الهدف الاساسي تاعي مخرج يعني انا وش قلت قلت الان ان شاء الله يكون هادو فاتحة تاع افلام اللي تقدر تكون يعني تندير في قاعة سينما وتقولي عنا قاعة ولي افلام لناس تدخل للسينما وتعوى تولي الهدف الهدف انه بداية شيء بداية حاجة اللي ممكن ترجع الناس للسينما وهات الشباب ممكن لانه طارف الطاقة هي الشباب احنا انا كدو كبيرت نقص ناقي وحنا شباب بك خلاص صراحة دوك هاد الشباب لو كان ديرهم دي فيم الجمهورتهم رح يجي اكيد هادو الهدف يعني هادو الهدف يعني مش مع انتها لازم ديره اي فيم ولا اي نوع اكيد حتى المواهب يعني تبار زرحة في ولكن الفيم حبينات انا كاني ما احكيكش دوكسين ولكن فيم فيه نبذة تاريخية فيه نبذة عن يعني عن الجزائر كبلد قديم جدا باش نعطو ثوابت فيه ثوابت اللي موش فيه مها اكدك لازم يكون يعي سطحي جدا ولا طيب اه هي ربما فيه بعد اخلاقي بعد بعد اجتماعي بعد كيف اكيد 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 هو شوف رح يكون عنده كم تقولي في سينما عندك سينما هي لغة اللوعي اكيد اكتر منه باللوعي كاللوعي عندك الصورة الاولى اللي يشوفها كان الناس يتلحكو عندك اللقطات اللي تقعد في الاذهان اه هي احنا نخدم على اطار هذا و اطار تاني الاكيد ما رح يكون عميق الفيلم كثير لانه فيم كوميدي لايت كوميدي كوميدي مغامرات خفيفة ما رح تكون فيم باش ناس تفكروا بزاف باش نطلحو افكار عميقة ولكن يعني نعطو ثوابت الشباب تلك محتاجين انو نشوفوا امور كان بلكم قدمهم ونسوها عم بلكم كم الوطنية كم امور بفيراهم نسوها احنا رح نبدو يعني لقطة الاولى هتبدو نقلك باكري ديك اول مره هتبدو بتنهينان لقطة الاولى طيب اوكي طيب تنهينان هي بطلت هلا ربما الفيلم لا 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 مش بطلت الفيلم تبدو اللقطة الاولى تبدو بملكة النهينان وبدو الفيلم طيب